فيما تحاول السلطات العراقية الحد من انتشار الحمى النسفي هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الحيوانات والماشية منها على وجه الخصوص تتجدد المخاوف من انتشار مريب للمرض بعد اعلان وزارة الصحار تفاع اصابات الحمى التي بلغت 162 حالة من بينها 27 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي كردستان هذه المرة هي التي تجرعت اول حالة وفاة في اربيل من النسفية تترافق المخاوف مع تصريحات وزارة الصحة حول عدم وجود علاجات لمصابي فيروس الحمى مبينة ان الحل الامثل هو الوقاية لا غير لكن المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على عاتق وزارة الزراعة كما تؤكد جهة مختصة بتوفير المبيدات التي تقتل الحشرات المسببة لانتقال المرض من الحيوانات الى البشر مع ضرورة الكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرحاية الصحية اللازمة خشية تفاقم اعراض الاسابة والوفاة غالبية تلك الحالات سجلت في الجنوب وتحديدا في ذقار التي تنشط فيها تربية الابقار والماعز والاغنام والجاموس وجميعها معرضة لاكتساب الفيروس ونقله الى البشر ما يدعي اتخاذ إجراءات أشد وتطبيقها ومعاقبة المخالفين لها سيما مع اقتراب عيد الأضحى الذي تنشط فيه عملية ذبح الأضحية ما يتطلب وجود حملة تطهير وتعقيم ومراقبة صحة تلك المواشي ومراقبة العاملين في قطاع تربية الماشية على وجه الخصوص اشتركوا في القناة